أعتقد أن نتكلم في قصة الانتماءات ولعيبة يعني بيسعب بتتطرف بشكل غير جيد نتيجة طبعا انتماءها للأندية واللون النادي اللي هي بتشجعه ده بيأثر على اللاعب وعلى سمعته وعلى سرته في الكورة كابتن؟ هو طبعا طبعا زي ما انت شوف كاتن صاح كان بيتكلم دلوقتي بقول لك أنا جونجي فالناس اتهمتني ان أنا كنت انفوت الموتش انت طبعا احنا لعبنا مع لعيبة كتير وشوفت حاجات كتير في لعبك كتير بتشجع عندها فدي حاجات زعلك انا اللعبي اللي بشجعه ده بيلعب في فرق انا بلعب زي زي ولعب زي زي انا اشجعه ليه انا هتفرج اه انا عندي انتماء ممكن اشجع بره اتعاطف مع برشورونا اتعاطف حاجات بعيدة عننا انا ما انا بلعب في الدور المصري في دور ممتاز بلعب في نادي واشجع نادي تاني طب فين المنطق قابلت لك في ودي دجلة دي اتعاطف؟ قابلتني في ودي دجلة وقابلت لك في امبي عادي في اي حتة هتلاقي اه هتلاقي لعب طب والله لأ انا كنت قعد في قاعدة اول مرة كنت اتكلم في ملعبة امبي طولهم يا جماعة بص حواريكم كده اللعبة اللي قعدة كلها لعبة منتخب مصر كوني ماشين اول في الدور ده وقالينا ما اتشاط مؤجلة طولهم يا جماعة احنا النفس على الدور عادي انتم الموضوع مش سأل بس هو عادي ان فيه لعيبة عادي بتحب تشجع فير انا كنت بشجع بصراحة بس لحد ما حصل لأ مش اقول عشان ايه عشان الناس بتزعل كتير اوي الناس انا في السويسة تبقى عارفة ان انا بتكلم كتير فالناس انت انت بتشوف معلش انا بشوف زول متحكين في ملشات اهلي وزمالك كتير اوي انت بشتحس بها كمشجع انما انت لو هكلعيف في الملعب ممكن قاود يفرق معاك قاود ممكن تخلص بيوم مباراة ما تقولش دي قاود انا لا ما حسب لكش ضرب الجزاء والكلام ده منتهى مكور يا فودي ديجل انت يعني عصرت ووجدت اللعيبة بيبقى مثلا قبل ماتش اهل زمالك اسماعيلي بيبقى اللعيبة ليها ميول لفريقها ضد الفريق اللي هو يتلع فيها اكيد اكيد والله حصل اكيد بيبقى بهم بهم بدون ذكرى اسماء بيشجعهم يعني بيشجعهم زيهم زي الجمهور والله في الماتش شفت والماتش شغال مش عارزين يقول في الماتش الكلام ما سعر في الماتش مانشان اتكلم في الكلام دا الكلام ده بيوقف قط اللبس الكلام ده بيوقف تول التمرين ما هو شغال طول السنة الزمالك بيلعب الأهلي بيلعب مش عارف ايه رب الزمالك يكسر انا ليش فريتي انا لما اشتغلت مداري في السويس كنت باقد مع اللعيبة اللعبة بشجع علي وزمالك يعني مشجع بس ما تبقاش محروق دمك قوي انت ممكن بعد اسبوع تبقى معهم في الفرق تبقوا ليه مش هو ده اكل عيشي وده مصدر رزق ليه ما انا حافظت عليه ومسلا يعني بقى ايه اللي هو ده اللي بقي لي يعني احترامي بقى تشجيع يعني في الاول اخر لا ده هيصرف عليك ولا ده الله ينور عليك الله ينور عليك يا طيب ليه ان انت في العيب في الملعب انت بتشجعه بس هيدوس عليك هيفرومك شاف العيب تتأثر بالسوشال ميديا وتبقى عايزة تباين اللي هي مثلا يعني حاجة جامدة عشان السوشال ميديا تتكلم عليها ده وقف مع النادي بتاعي ده كان ضد النادي بتاعي لا ده هو اللي خسرات يعني بدون ذكرة يعني انا طبعا اش عايزة اتكلم في الموضوع انا طبعا بعزه الرجل انا بحبه على المستوى الشخصي بس هو خانه التعبير يعني هو خانه التعبير وشفت انت الدنيا كلها دوقت ما فيش غير الكابتان انا بيه اللي في البلد اللي كله بيتكلم عليه هو ممكن عادي قال كلمة عادية بس هو هو صحش انها تتقال انما هو غيرت فشوفت انت الدنيا عاملة مقلوب عليه ازاي فطبعا انت ليك يا جماعة احنا كورة انا اللي شغل فرقة اللي بتاكني عيشها اللي انا بشجحها انما الفرقة التانية ما هالفرقة التانية عايزة تكسبك ما هو مش هيسيبك لو اقولتله اللي انا بحبك مش هيسيبك